عبدالرحمن منظور عبدالرحمن منظور سلام عليكم الدكتور والسلام أنا مريض سكر بتحصل معي أعراض مثل التوهان والصداع والنسيان المتكرر بيحصل معي أيضا وجع وشد في الصدر وتنميل في الرجلين وعدم اتزان أثناء المشي وألام في مجرى البول مع العلم بياخد إنسولين والسكر الصائم دايما مرتفع والتراكمي أيضا مرتفع أرجو الإفادة وجزاكم الله كل الخير يا عبدالرحمن شكلك ما قلتش سنك قد إيه ما قلتش وزنك قد إيه الأعراض بتقولها أعراض سكر طبيعية جدا جدا ليه حسب يعني ما هقولك كده شكلك انت باعت صورتك شكلك كبير في منتصف العمر الأربعينات يعني لا حسب صورتك انت ما قلتش لكن تعال نتكلم إيه اللي بيخلي الواحد موزون عارف طيب لما أقول قل سبحان الله أنا واقف دلوقتي خلاص أنا موزون بإيه عصب لو ملت قدام العصب ده يحسسني ملت قدام أروح راجع تاني لو ملت الورى العصب اللي في رجلية يحسسني ملت الورى أرجع تاني خلاص يبقى العصب ده مسؤول عن مكاني المكان أنا واقفي زي أنا واقف كده لا يخلينا أعمل كده ولا يخلينا أعمل كده عصب رائع طالع من الرجلين لحد ما يخش في النقاة الشوكي يخش في حاجة اسمها العمود الخلفي العمود الخلفي ده مسؤول عن اتزانك أحد مضاعفات السكر التهاب أطراف العصب العصب اللي بيخليك موزول اتاكل طبقه لا حوزن نفسي بعيني يعني إيه يعني لو ملت قدام أنا شايف روح راجع تاني لو ملت روح أنا شايف أتفضح إمتى لو غمضت عيني عشان كده الاختبار اللي بنعمله لهذا العصب نوقف العيان كده انت موزون؟ آه نقويس جدا جدا طب غمض عينك يا غمض عينه تلاقيه العيان بيميل يا قدام يا ورا وبنمسكه يعني حتى بنعمل علينا دي كده عشان ما يقعش فالشكل اللي انت بتقوله ده شكله التهاب أطراف عصاب استناني بعد الفاصل هكمل معك قبل الفاصل كنت برد على العبد الرحمن اللي عنده سكر وشخصنا كده مبدئيا انه عنده التهاب أطراف عصاب اللي هي مسؤولة عن اتزان الإنسان لكن هو بيقول حاجات تانية مهمة برضو توهان مهم جدا الصداع النسيان متكرر بيحصل معايا واجع وشد في الصدر بس نقف هنا بقى أنت مريض سكر ممنوع اطلاقا أي شعور هنا غير عادي تفوته هتقول لي النسيان أقولك النسيان أنواع كتير أنا نسيت بيتي فين؟ يعني خرقت أشتري حاجة معايا شارجعة نسيت البيت فين؟ أنا نسيت أساني أولادي دينيسان ولا يا أولاد أنا حطيت المفاتيح فين؟ حاجة تانية خالص خالص ساعات يجي لعيان أم أحب أهزر معاك أقول له أنت أول سيدنا موسى أقول له لا سيدنا موسى طبعا أقول له ثم أنا نسي ثلاث مرات مع الرجل الصالح نشي قال له همشي معاك بس ما تسألنيش قال له أنا مش هسألك بس هتعلم منك يعني خرم السفينة قال له أنت خرم سفينة عشان تغرق أهلها قال له مش قلتلك ما تسألش حتى لو تلاحظوا ألم أقل أنك لم تستعي معاه صبرا تمام؟ قال نحلص قتل طفل قتلت نفسي ذكية بغير نفسي يا راجل تاني مرة بقى قال له ألم أقل لك أنك لم تستعي معاه صبرا لأولاك ألم أقل من غير لك دي تاني مرة زي ما يكون ايه شد عليه بقى ألم أقل لك أنك أنزر مرة تالت قال له هذا فرق بيني وبينك لما بنا حيطة في قرية قال لهم وكلوني قال لهم لا مش هنوكلكم مش هنوكلكم ولقى في حيطة بناها فقال له بتبني حيطة دول ما وكلوناش وكده قال له هذا فرق بيني وبينك مش هقولك تاني فنسي النسيان قد يكون ظاهرة طبيعية جدا 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 وقد يكون ظاهرة مرضية جدا 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 النسيان المرضي بيبقى تغيرات في وظائف المخ الفص الأمامي مهم وفيه الزاكرة لا أنسى عز أصدقائي ما كنتش أبتدي العيادة إلا ما يكلمني وأنا هو ما يبتديش إلا ما هنتكلم جنبي عيادته جنبي أيام ما كنت فص البلد فأنا اتطمن على بعض فبكلمه فالممرض اللي عنده قال لي مجاش كنت تزبط عليه الساعة تزبط عليه الساعة ساعة سبعة بالثانية كلمه أهلا يا فلان كلمته سبعة وربعة مجاش سبعة ونص مجاش كلمته ثمانية لتلت رد علي ده أخوية أخوية أقول له فيه رجل محترم يتأخر عن عيادته ساعة لتلت ده أخوية لما أقول له كده بخزر معي يعني يا رجل محترم ده أنا بقولها له كتير جدا يعني الساعة أنا محترم غصبا عنك أنا لا واختقف للسكة وسايب العيادة ورايح له بتل له فلان انت مصدع قال لي اه تولي تعالى معاي رحنا لمستشفى عملنا رانين طلع ورن في الفصل الامامي الفصل الامامي هو المسؤول عن الشخصية والذاكرة عن الشخصية والذاكرة ايه اول حاجة بنشتكي منها لما سننا يجبر ايه اول حاجة النسيان يقولك انها دلوقتي فوق التمانين ما بفتكرش كويس ليه لان ده اول فصل بيدوب اول فصوص المخ تتآكل الفصل الامامي اللي مسؤول عن ايه نحفظ بقى الذاكرة والشخصية تلاقي راجل سنه تمانين سنة بيقول لولادهم عايزة تجوز على اموكو ده غالبا مريض ده تغير شخصية اما لاقي راجل رايح شغل الصبح البجامة ما غيرش هدومه تغير شخصية اما لاقي راجل شخصيته بتتغير بتتغير مش ده فولاد ده غالبا تآكل في الفصل الامامي عشان كده بنبه كل واحد حذاري تاني حذاري ابوك او امك يكبر في بيته يكبر في بيتك لقد تغيرات الشخصية دي تودي بحياته ما عرفش يعد الشارع ما عرفش يوكل نفسه اما يبلغنه ها سمعني اما يبلغنه عندك الكبر ما يكبرش ببيته يكبر في بيتك عشان كده احنا بنقول خلي بالك من ابوك و امك في السن الكبير الكبير لا بيعتش ولا بيجوع ما عندوش شعور ده ما عندوش شعور انه يعتش عشان كده لازم انا تديله مياه كل شوية ما عندوش شعور انه يجوع لازم اوكله كل شوية احنا بيجينا في العين مركزة ناس نشفة لا ميا ولا اك نشفة ليه عايش لوحده عايش لوحده عايش لوحده لا بيجوع ولا بيعتش فعشان كده النسيان اما يكون في الجانب الطبيعي اللي لا نحتمي بيه خالص و اما يكون مرضي انتو عارفين مرض الزهين ده نسيان بس مرضي جدا جدا حرقان مجرى البول و اقلم مجرى البول لازم تروح لكتور مسالك ليه قد يكون المشكلة في البرستاطا قد يكون برستاطا كبرت شوي و زي ما قلت قبل كده في اخر حلقة ان البرستاطا دي عبارة عن بورتقانة و شليمو معدي فيها لم نشرب به العصير البرستاطا هي البرتقانة و مجرى البول هو شليمو ساعات البرستاطا لو كبرت شوية تضغط على الشليمو ديه تقفله يحس بالتعب وهو بيه ايه وهو بيتبول او تمنع البول خالص تقفل عليه فدي النقطة بتاعتك واجع في الصدر بقى ده اللي نقف عليه واجع الصدر لا يستهان به اسمعني واجع الصدر في مريض اي مريض مريض سكر مريض ضغط مريض كولسترول مريض متوتر مريض مدخن دول لا يستهان به واجع الصدر قد يكون قصور دورة تاجي تقولي بس قصور الدورة تاجي انت قلت هن قبل كده في نص الصدر بيسمع في كده في الشمال وفي الايد الشمال اقول لك مش شرط اقول لك مش شرط واجع الصدر في قصور الدورة التاجية او الزبحة الصدرية في اي حتة هنا جايز تحت الطرقو الشمال او تحت الطرقو اليمين او في نص الصدر او في منطقة البطن من اعلى البطن ويتشخص قرحة يتشخص قرحة في المعدة وهو شريان تاجي فواجع الصدر ما ناخدوش بسهولة هي دي اهم حاجة في رسالتك يا عبد الرحمن يا منظور اهم حاجة في رسالتك واجع الصدر هتروح لدكتور قلب حيقول لك اعمل راس مقلب مجهود اذا كان الواجع بقال له مدة مجاش ممنوع نعمل راس مقلب مجهود لو الواجع حديث حيقول لك اذا طلع ايجابي اعمل قصرة وافق اذا طلع سلبي ولسه شاكك حياملك اشعة مقطعية عشر ريان التاجي لكن الامور سهلة جدا جدا وبدون قلق لان القلق حيزود المشكلة حيزود النسيان حيزود الالام حيامل كل حاجة